صباح الخير بداية بدي أتمنى صوم مبارك ومقبول للجميع بهالزمن زمن الصوم منصوم عن الأمور السلبية منصوم عن البغض عن الكراهية وعن الأشياء اللي ما بتفيدنا كإنسان منزرع بقلوبنا المحبة والتقبل للغير ومحبة الذات أهم شي نحب حالنا لنقدر نحب خينا الإنسان لبالأخير وبالتالي نحب الحياة يلي هي نعمة من عند ربنا وبينهاية المطاف لما تخلص جولتنا أو يمكن الجورني تبعنا على الأرض وبالحياة كل شي فاني الجسد فاني وبتبقى الروح يلي هي نفحة من عند ربنا اللي أعطانا إياها هبة وهدية من عنده لنقدر نختبر الحياة نرجع له إياها بكل أمانة وجسدنا بروح فالمفروض مننا أنه نتخلى ونترفع ونسمع عن نترفع عن كل الأمور الدنيوية والأمور يلي ما بتفيدنا خصيصا بهالزمان زمن الصوم فصوم مبارك ومقبول للجميع عون صباح الخير صباح الخير شيرين صباح الخير للمشاهدين أكيد بوقت الصوم ما فينا إلا ما نتذكر نعم الله وحتى بهالوضع الكتير صعب لازم نظلنا نفكر قدي لبنين فيه ميزات حلوة وقدي الله نعمنا بقصص كتير مميزة بلبنين ووحدة مننا هن الأربع فصول أكيد صحيح وليوم موضوعنا هو السياحة الشتوية وتنوع نشاطات سياحية بهذا الموسم كان من الأكل والمبيد أو التزلج أو الأعياد ميلاي درس الصيني أو سياحة العائلة سنحكي عنهم كلهم بالمطلق يعني بس نوضح شغل المشاهدين أنه ما فينا نحكي بموضوع السياحة بوضع متأزم وحال الاقتصادية ومالية متأزمة بالبلد بس بمجرد أنه أنا كون عم بظهر عم بروح بمشوار على التلج عم بزور الضيا هاي دي تسمى سياحة داخلية ومنكون عم نسهم بطريقة لو بمبلغ صغير بطريقة غير مباشرة بتحسين العجلة الاقتصادية بالبلد لو بأنه مبلغ صغير عم نحطه يعني عم نحطه كرميل نطلع ونستفيد من التلج وفي كتير عالم هلأ يعني اللبناني بحب يعيش وبحب يطلع ويرفع عن حاله وفعلا عم نستفيد كتير من موسم التلج وفي تلج في تلج على الشبال وموسم تسلي بس منحطه اندر الكاتيجوري تبع السياحة الشتوية لأنه الناس أكيد تطلع من بيتها بتروح على محل تاني على ضيعة تاني على منطقة تانية عم تمارس رياضة بالجبال بقى أكيد بتفوت بالكاتيجوري تبع السياحة الشتوية بس هي أكتر أكيدة سياحة أصحاب وتسليب الجبل هل لازم نحكي عن النشاطات والرياضات اللي منفذها على التلج في كتير أنواع من التزلج من نفذها وفعلا يعني أشخاص كتير بنفذوها هني أكسبرتس بمجال هالرياضات رح نشوف الكليب يلي كان هو من فيديو صغار من أشخاص هني أكسبرتس بالمجال ونشوف كل أنواع التزلج وكل أنواع الرياضات والنشاطات اللي ممكن ننفذها على التلج ومنجد عم نعلق عليهم بس إذا فينا قبل الكليب بدي أقول أنه بال2018 أطلقنا حملة لنسوي السياحة الشتوية بلبنين وكانت مبنية على مشروع أعلى سبع كمم بلبنين وأكيد هذا الشي كان مستوحى من أعلى سبع كمم بالعالم وكان الهدف من هذا المشروع أنه نجذب السواح يلي عايشين بالمناطق المجاورة أو الأشخاص عايشين بالمناطق المجاورة العربية لا يزوروا لبنين وأكيد يستمتعوا بجبالنا البيضة اليوم ما بقى فينا نحكي بذات الموضوع في عنا أزمة اقتصادية في الكورونا فيروس السياحة خفت بالعالم وخفت عنا أكيد بس أكيد قدرين نركز على السياحة الداخلية وهلأ موسم السياحة الشتوية وحنشوف بالكليب شو ما أقولي نعمل بهذا الموسم خلينا نشوف سوا اشتركوا في القناة 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 اللي عم لوكبنا مؤخرا بكليبات لابنان وهي وعم بنفذهم بكليبات لابنان وذا تويس مارك الراعي شكرا لك أكيد تانكس لمارك كميما نشكر الكميونيتي الماونتينيرز اللي هني كلهم أصحاب نكام من جيل بارم خيبر 33 نورث اللي عم بنظم مخيمات عون بدي وقفك بس لثاني ننتقل مع اسم الأخبار لمباشر متابعين لابنان وذا تويست وكملت مع الكورونا هلأ يعني من دون شي في عنا أزمة اقتصادية ومالية صعبة كتير هلأ مع وجود الكورونا يعني معايدة لي كتير حلوة وبعدنا عم نحكي عن الموضوع أنه الناس عم بتسافر مع الكورونا ونحنا كمان عنا هالأزمة السياسية والاقتصادية بقى أكيد موضوعنا عن سياحة وأكيد سياحة مأثرة كتير بشو عم يسيد العالم بس طبعا نحنا منبقى إيجابية ومنظلنا نتأمل للخير ولبكرة أحلى فكنا عم نحكي عن الرياضات والنشاطات اللي ممكن الشخص ينفذها بعلى التلج كنا عم نشكر أول شي الأشخاص اللي بعتونا الفيديوز من كل مناطق لبنان هني أشخاص محترفين وبعتونا عدد متنوع من النشاطات وكنا عم نشكر جيل بارم خيبير سورتي ثري نورث بيعمل رحلات تخيم بعكار لندوس ضو أدي صعب أفدي سكالباكليان هني مونتينيرز أكتر شي بيطلعوا على جبل مكمل وصنين عنا بير بوتنوس من زغرته بعت في كتير أشخاص جورج سعدو توني بستاني ومروان خوري نيكولا سعدي تانكس زالكل كلهم أصحاب كلهم مونتينيرز كلهم محترفين وبعتونا هالفيديوز اللي لنشاط اللي هني بنفسوها ما عنا كتير بقاطعون بس نقطع على النشاطات سريعان يعني ممكن النشاطات مقصومة لثلاثة أقصام في عنا سيحة التزلج معروفة سكي ستيشونز أكتر رياضة معروفة بالعالم تزلج على المنحدرات ما حذكز كتير عليها اليوم مع أنه اليوم عم تأثر بكلايمت شينج عم تأثر بشفت بالبيهيفور طبع الناس وبالانترست سبعه ونروح على رياضات أكتر صديقة للبيئة وهيضا يلي هنحكي أكتر عنه اليوم يلي هن رياضات إن كان عنا من المشي على التلج هلا نشوف الصور كمان مشي على التلج واليوم بلبنان يمكن المحميات هنا أكتر أماكن جذب للسنوشوينج بالبلد عم نشوف على الطاولة هذا السنوشو اللي هو منحطه بيج أنا منلبس كأنه عم نلبس شوز عادة ومنمشي على التلج ولا أسهل من هيك مما كان فيه يعمل سنوشوينج مشي على التلج صغار رعية الكبار كتير حلوة هارياضة لأنه تستكش في جبال لبنان تستكش في الغابات خاصة غابات الأرز واليوم المحميات بنزموا كتير هيك هيك رحلات صحيح وصار في عنا ثلاث محميات جدا أعلنوا من الأسبوع الفائت كمانا وهيك من هنة اللبنانية يعني كل ما يكتروا المحميات كل ما يكون أحلى التزلج الحر التزلج الحر عنا عدد من الأنواع عنا سكي دوفون عنا كروس كونتري عنا سكي تورينج كل هالأنواع التزلج هنة أنواع منا محصورة بالسكي ستيشن يعني اليوم يلي بيمارس هك نوع من الرياضة بيطلع الجبل بيسافر بيختلفوا بسكيات عم نشوف على الهواء كيف السكي بتختلف كمانا بكي بتختلف الحلو أنه جبالنا مثالية لهذا النوع وأنا من أشخاص باشونت لهذا النوع من الرياضة الحلو أنه بتسافر بالجبل وجبالنا كتير حلوة فيك تطلع فيك تنزلي محاضرات قوية فيك تعمل كروس من منطقة لمنطقة فأذن هيدا نوع مختلف جدا عن السكي العادي عم نشوف السور بس المفروض أنه يكون الشخص بيعرف الجبل وعنده بوصل مثل ما نبيني معنا هوني عنا على الطاولة بوصل معايير السلامة دائما يطلعوا مع موشية جبلة إلا إذا كانوا هوني محترفين هلأ بنشوف إذا عنا وقت لنحكي عن معايير السلامة بس بديولونه كمان هلأ عم نشوف شي كتير جديد بلبنان شي كتير جديد بس أنه عم بزيدوا الأعداد طبعا المحترفين برياضة المونتينيرين هيدا بوصل والجي بي اس تسلق الجبال بموسم الشطة وإيس كلايبين كمان شفنا بالكلب إيس كلايبين يعني تسلق الجليد هلأ باللبنان ما كتير عنا جليد بس الجبال الصبح والمساء بيكونوا التجتير قاسي ومجالدين ومضطر نستعمل هيدا النوع من الأكس حتى الواحد يقدر يعربش على الجبل مونتينيرين وإيس كلايبين عم بيزيدوا عدد الأشخاص اللي بيحبوا هالرياضة والحلو إنه كلهم رياضات بنجع منقول صديقة للبيئة وأكيد منجع منحكي عن التخيم يعني حاله نوع من هالرياضات فيه الواحد يزيد إنه يخيم بالترج إن كان بيخيمة أو إذا عنده كتير وقت يعمر إيجلو أو إذا بده يعمل سنو كيف من سميه لا يتخبه من عاصفه أو إذا عبرون إيجلو بس سريعا عن النشاطات أو الأكتيفيتيز اللي ممكن يعني الأوف رود والسكيدو اللي هنه مش يعني من نصدي على البيئة رياضات اللي بتعوز محرك سكيدو ووف رود هنه رياضات حلوة مثل حالها رياضة تاني بالتلج الفرق الوحيد إنه بيسعمل محرك وهون في بدنا شوية تنزيم بلبنين لأنه الأشخاص بيطلعوا على التلج وبيعملوا رياضات ما بده محرك مش اللي عم بتلاقوا بالجيبيت وبالسكيدويات وهون يجب بلش نفكر ببعضنا بالجبل لأنه السكيات والجيبيت عندما يطلعوا على الجبل مثل كأنه الواحد رايح على منطقة مزروعة مفروح يعني هي فعليا بده تنزيم إذا أصمناها زونز بيمش الحال أنا بس أخلص وقتنا عنهم يعني بعتقد إنه الموضوع ما أخد حقه منجبنا نعمل حلقة تانية حلقة تانية أكيد عن الموضوع وعن المشاكل اللي نحن عم نوجهها بهذا المجال أسبوع المقبل مشاهدنا حلقة جديدة إذا حبيتوا تتبعونا على مواقع تواصل الاجتماعي ما أقلكن نحن موجودين على الفيسبوك وعلى الإنستغرام هلأ وقفي ومتابع مع هابنينغ